اهلا بكم هذه حلقة هامة للغاية فرق جبر جدا بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان وكتير من الناس بيبقى نييتهم حلوة نييتهم حلوة جدا بس زي ما بيقولوا دايما ليست كل الامور تؤخذ بالنواية النية ان انا رايح اعمل تجميل سنان حلو جدا بس النتيجة قد تكون على غير ما اتوقع اذا ذهبت لاتجاه الخطأ واذا اردت انا وبيعمل لتجميل الاسنان ارادة خاطئة تعالوا نشوف مع بعض مثال صارخ لده بس بشكل كمدي الممثلة الجميلة الفنانة الجميلة داليا البحيري عملت مشهد مهم او من الحياة صحيح انه اكسجريتت يعني طبعا ناس تهتقولي ايه هو ممكن حد يعمل الكارثة دي هسأل ضيف العزيز ممكن نوصل للمرحاية دي ولا لا شاب حاجات زي دي للدرجات دي ولا لا لكن في حاجات قريبة من كده مش قريبة يعني للدرجة دي لكن حاجات انت تشوفها تشوفيها او انت تشوفها يعني تنتخلط هو ده التجميل هو ده تجميل الاسنان اللي بيقولوا عليه يا خبرة بيض ايه الضب ده طبعا هنا عاديين الضب قوي عشان يوريك انه الغلط بيعمل ازاي وبيعمل كارثة عاملة ازاي وطبعا يعني يعني مفيش في الاسنان فاكرة ان انت بتاخد الاسنان وتروح ومتغطي وبتاع وتروح وتكشف هي مش مش تجميل الوش يعني وينفى شيل الشاش من على الوش هنشوف النتيجة لا مفيش كده لكن ده ممكن يحصل في الحياة ده سؤالي الاول هل ممكن اخطاء تحصل بالشكل القريب من ده هيكون هذا سؤالي الاول في عالم تجميل الاسنان مع ضيف العزيز الحقيقة طبعا انا سعيد جدا باننا نهاردة هيكون معايا واحد من الكبار في هذا المجال واحد من المبدعين اللي اثروا الحياة الطبية الخاصة بعالم طب الاسنان في مصر الوطن العربي ساهم بشكل كبير في بناء مؤسسي رائع جدا وايضا بشكل رائع في السياحة الالاجية الخاصة بهذا البلانش الذي اعتقد ان احنا مش بننافس فيه بقى دلوقتي ان احنا اصبحنا اصحاب الريادة فيه واصبح الاخرون يلجؤون الى منافساتنا في عالم طب الاسنان اسمه متميز قدير استاذ دكتور نور الدين بصفة فرق جبر كده بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان تجميل الاسنان بالذات اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل الاسنان دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفيشن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصب احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الاساس دكتور نور الدين مصطفى اهلا بك دكتور نور دكتورنا وحشني وحشني جدا منور الدكتور انا عايز اقالك بقى بجد هل ممكن واحدة تجيلك او واحدة تجيلك جاي من تجميل الاسنان بالشكل قريب من ده بتاعوا مش بالشكل ده الشكل ده بتاعلي كوميديا قوي بيحصل طبعا اخطاء كتير لو ما اتجهتش في الاتجاه السليم زي ما انت قلت لازم نتفق ان تجميل الاسنان بالذات اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل الاسنان لان دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متنصف لو ما اخدتش الخطوة دي احتمال اوصل للنتيجة دي انا بس اعز اقول معلومة صغيرة ان الحمدول اللي في مصر دلوقتي بقى فيه تكترة كتير جدا 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 بتشتغل تجميل الاسنان حلوة قوي ومتعلمين كواس جدا وبيطلعوا نتائج هيلة لان احنا في مصر الدكتور الاسنان انا شايف انه هو اعلى كمان من امريكا ومن المانيا ومن فرنسا لان احنا بنشتغل دلوقتي على الناس دي يعني الناس دي بتجنى من بلادها تعمل تجميل عندنا ليه لان احنا عندنا المهارة اليدوية دي مش موجودة برا هم عندهم برا مكون عندو تكنولوجي وردي موجودة عندنا الحمد لله مصر كلها بقت معظم الناس دلوقتي جابها التكنولوجي الجديد لكن احنا بنزيد عليهم كمان ان احنا عندنا مهارة يدوية فالنتائج لما بتبقى صح من عند الدكتور اللي في مصر انا شايف انها بتبقى من اعلى النتائج اللي في العالم فلازم الحالة قبل ما تشتغل هشبه لك بحاجة بسيطة جدا انت لو رايح تعمل البيت بتاعك هتعمل في ديكور هتدور على مهندس ديكور اول حاجة بتعملها ايه بتقعد تشوف شغله بتقوله وريني شغلك بتقعد تتناقش معاه ليه لان انا مش هراح اسلمه البيت وانا معرفش هو عمل ايه ولا زوقه ايه ولا اشتغل ولا ما اشتغلش ويجي يجرب في بيت في مصر بقى الحالات ما عرفش ديه عندها استعداد انها تجرب في نفسها وخلاص لا انت مش مجل مش مجل التجربة انت روح من حقك تروح اا لأكتر من دكتور تقعد مع اكتر من واحد تسمع منه تقوله تب وريني شغلك طب انت متميز في ايه قبل ما نعمل تجميل السنان اا وده للمرضى كمان ايه ايه جراءات اللي لازم يعملها الكابلز او المريض مع الدكتور تمام ويعرف من خلال المريض ان هو ماشي صح تمام اول حاجة دكتور تجميل الاسنان لما بيشتغل على الحالة بيعمل حاجتين بيفرقوه عن اي حد تاني رخم واحد بيعمل حاجة اسمها تحليل الابتسامة يعني ايه الابتسامة دي ليها شروط الابتسامة المثالية الدكتور اللي دارس تجميل عنده ابتسامة مثالية تمام الايديل الابتسامة الايديل دي هو عنده ليها شروط فبيجيب الحالة بيبص عليها وبيبدأ يشوف هي عندها كام اا في المية او ايه عدد الحاجات السليمة وايه عدد المشاكل اللي فيها علشان خطر يبدأ يحلها فبالتالي لما بيعمل التحليل يقدر يتنقل للمرحلة التانية لها للتصميم فهنا مثلا احنا عندنا حالة الحالة كان عندها قبل ما نشتغل خالص عندها جامل اسمايل طيب لو انا قررت ان انا عمل لها تجميل على الوضع ده وراحنا عاملين فينيل او عملنا كراونز او اي حاجة هنعملها على الوضع ده هيفضل طول الوقت عندها مشكلة ان عندها جامل اسمايل البرواز بتاع الابتسامة هيبقى فيه مشكلة يعني هنا الحالة مثلا ما نبص عليها هنقول طب عندها شفت في الميد لاين لا ما عندهاش اا علاقة الاسنان ببعض لا فيها شوية مشاكل فبنبدأ نطلع الاخطاء اللي جوه لابتسامة ونبدأ ننقلها للمرحلة التانية اللي هو هصمم بقى الابتسامة طب اول حاجة عاملها ايه هعمل للجامل لو ما عملتش الجامل في الحالة دي يبقى انا مش هعرف اعمل تجميل تفضل للحالة عندها مشكلة في التجميل فعشان كده اول اجراء ان الدكتور بيقعد مع الحالة بيصورها علشان يطلع كل المشاكل اللي فيها ويبدأ يعمل لها تحليل وبعد كده يبدأ ينقلها لمرحلة التصميم فكده يبقى انا ماشي في اجراء سليمة بقى عارف كده انا ماشي في اجراء سليمة دايما المريض اللي جاي يعمل تجميل السنان في كتير من الاحيان توصل ايه جاي في دماغه تجميل فانا عايز اقول له عليه يعني حافظ قوي فكرة انه هو ايه جمل 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 تيجي تقول له عندك مشاكل لازم تصلح تلاقي المريض يقول لك لا متاخدنيش في مواويل طبعا فالسؤال العلمي هنا ولازم الناس يفهمه اصلاح الاشياء الموجودة جوه السنة من المشاكل ينفع او لازم يكون موجود قبل التجميل ولا التجميل اللي عماله على طول لأ طبعا قبل اي اجراءات تجميلية لازم افهم ان التجميل ده لو قررنا الاول لازم الناس تستوعب انه فكرة التجميل عشان فيه فكر خاطئ كده التجميل يعني انا اروح اعمل ده مش التجميل التجميل ان انا اشوف المشاكل اللي عندي ايه واحلها يعني عندي مشكلة في اللسة لكن سناني مرصوصة ولونها كويس وعلاقة السنان ببعض كويسة عملت اللسة باندي تجميل عندي سناني مرصوصة ولسة كويسة لكن لونها مش مزبوط لكن مش بدخن كتير ومش بشرب اهوة ونسكة فيه كتير ما بعرضش الاسنان انها تتسبق بسرعة ممكن اعمل تبيط في نص ساعة باندي تجميل فالتجميل الناس ما تربطوش اصلا بالفينير او بالكراون الفينير او الكراون دول دول وي او طريقة في بعض الحالات بحتاجها تمام طيب انا النهاردة محتاج الحالة النهاردة هعمل لها كراونز او فينير قررت ان اعمل لها كراونز او فينير طيب الكراون او فينير ده هركب على ايه هركب على السنة لازم الدكتور والحالة يا ابو عارفين ان التجميل ده المفروض اعمله للحالة علشان تعيش معه ان شاء الله على طول يعني المفروض أنه هو حاجة هتستمر بها للقبل طيب ينفع بقى ركبة على سنة فيها تسوس ووالزل عليها كراون أو فينير طيب ما ندعامة بتاعتي أصلاً اللي أنا هحط عليها التجميل بتاعي هتبوز يبقى أنا كده ما فيش ديرابيلتي ما هو التجميل مش شكل التجميل شكل ووظيفة وديرابيلتي يعني أنا هديك شكل حلو قوي طيب لو بص منك بعد سنة يبقى ما فيش ديرابيلتي طيب اللي هو الاستمرارية يعني أنا مش بعمل تجميل علشان خطر بعد سنة لقي فيه مشاكل ويرجع عيده وعمل فيه لأ أنا التجميل لازم يكون شكله حلو لكن ديرابيل وبيقدي وظيفة الأسنان الطبعية يعني السنة الطبعية بتقطع يبقى بتقطع السنة الطبعية بتطحن يبقى بتطحن وبتطحن بشكل طبيعي فهي مصدي فأنا بالتالي محتاج أزبط وعدل وصلح كل المشاكل اللي في الأسنان قبل ما أعمل التجميل طيب فيه ناس بتيجي عندها مشاكل في العضة ملهاش دعب التجميل خالص حصل له أتريشن أو تآكل في الدروس الخلفية فبدأ العضة بتاعته تختلف لو جيت عملت تجميل غالبا التجميل ده هيبدأ يتكسر لإن بدأ لما فيه عندي مشكلة في العضة وراء بيبدأ الحمل يزيد على الأسنان الأمامية فبالتالي الحمل إحنا ربنا خلق الأسنان الأمامية قواطع مش طواحن يعني مقصات مش شوكيش بالعربي كده لو أنا مسكت المقص وبدأت أخبط بيه كأنه شكوش إيه اللي هيحصل له هيتكسر صح كده طيب ما عنديش عضة واحد جاي يعمل تجميل أسنانه اللي قدام بس عنده مثلاً 8 سنات قدام وتمانية فوق وتحت وقال أنا عايزة عمل تجميل ما عندهش دروسه ورا خالص هعمل له إزاي تجميل وهو ما عندهش الجزء الستوبر أو الجزء اللي بيأكل عليه ورا هو كده بيستخدم أسنانه الأمامية كطواحين فهيبوز التجميل إذن فتحضير الحالة للتجميل أهم من التجميل يعني أنا عندي نوع يجي يزبط العضة بتاعته يعمل علاج يخلص المشاكل اللي عنده أهم عندي من التجميل لأنه عمل تجميل وما بقاش ديربل وما بقاش عايش مع الفترات الطويلة يبقى أنا كده فشل عشان كده تحضير الحالة أهم بكتير من التجميل طيب عيان جايلك بعد ما عمل تجميل سنان بيشتكي من حاجات معينة وليكن مثلاً الشكل اتغير زي ما قلنا ده حاجة حاجة الأهم أنه مثلاً بدأ يلاحظ أنه رايحة فمه مش جيدة هل هذا يدخل طمنا أنه هو تحت لسه الضمان بتاع الشهر طبعاً ده لسه مسؤول أنه أنت لا شوف أنا ده أنا أنا ما كنتش بشتكي من ريحة سيئة طب إيه اللي حصل؟ ده مهم بقى السؤال ده جداً خلينا نتفق أن التجميل بروسس كبيرة وصناعة كبيرة تمام؟ بيخش فيها أكتر من دكتور متخصص لو أنا النهاردة حضر لي الأسنان والنهاردة مثلاً بيعمل الليسة أستاذ دكتور علاج لسة بيعمل مثلاً لو محتاج علاج عصب حد متخصص في علاج العصب طب اللي بيحضر السنين اللي بيحضر السنين عشان يستقبال الفينير أو الكراونز لو احنا بنتكلم في الفينير والكراون لازم برضو يكون اللي بيحضر الأسنان هو دكتور متخصص في التحضير ليه؟ لنحاك تحضير الأسنان انت بتحضر السن عشان تستقبل فينير أو كراون قافل حوالين السن ما فيش أي إجاب أو فتحات طب ده يحصل إزاي؟ الدكتور اللي بيحضر بيعمل حاجة اسمها فينيش لاين سواء الفينيش لاين ده في الفينير أو الكراون الفينيش لاين ده زي حرف في السنة ماشي في السنة بالكامل سواء لو كراون يبقى حواليها بالكامل لو فينير حوالين الجزء الأمام من السنة بحيث الفينير هتيجي تخش جوه الحلق ده بالعربي وتبقى بايته جوه مقدرش يدخل ضفري وعديه مثلاً من عند الفينيرا للسنة لأن لو ده حصل يبقى أنا عندي جاب طب لو عندي جاب الجاب ده هيبدأ بواي الأكل تتجمع فيه الجاب هو فراغ فراغ بين الفينير أو الكراون والسنة اللي هو سطح السنة الطبيعي اللي احنا هنركب عليه طيب الجاب ده لو فيه جاب الجاب هيبدأ يدخل بواي أكل البكتيريا هتبقى موجودة هتطلع لي روايا لو احنا بصنا على الصورة هنا الصورة دي أصلاً كل دي سنان معمولة نبص كويس قوي على وضع السنان مع اللسن هتلاقى مقفلة كويس جداً واللسة شكلها هلتي طبيعي ما فاش حمرار ما فاش الظواهر الالتهاب اللي هو حمرار وإدمتس اللي هي والنسف وتورم والحاجات دي لا انت هتبص على السنان هتلاقى طالعا من اللسة شكل اللسة طبيعي جداً لو جبنا صورة لسة طبيعية وحطناها جنب الصورة دي دي لسة طبيعية ده تعمل ازاي؟ لأن متحضر السنة متحضرة صح يبقى هنا المبدأ مش ان انا باخد تجميل شكلاً انا التجميل لازم يحافظ لي على وظائف السنة وحافظ على شكل السنة وفي نفس الوقت يحافظ على صحة اللسة الانسجة الدعمة اللي حوالين السنة ده مهمة جداً هيك حطتلك دلوقت التجميل واشتغلنا وقعدتلك 4-5 شهور وفجأة بقى فيه التهاب شديد في اللسة التهاب اللسة بيؤدي الى تأكل العظم اللي حوالين السنة يبقى انا بدأت أضر في الانسجة الدعمة اللي حوالين الأسنان يبقى انا ممكن نخسر أسناني وعمل لها مشاكل لا انا مهمة قوي التحضير التحضير مهم زيه زي الحصول على النتيجة ان هي شكلاً دايماً الناس ما تنسقش ورا فكرة الشكل الشكل هناخده كده كده هناخده لا الصحة صحة السنة نفسها هي الاهم المفروض هي الاهم عند الدكتور مش الشكل بس الشكل ده جزء الوظيفة وصحة الانسجة الدعمة للأسنان ده مهم جداً ليه بدأ يرجع تاني او وعيتي بتهالي يعني انا شايف ان كل كل كلامكو عن الهندميد كتير او احنا بنتعامل دايماً كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل لازم نقتنع ان انا التجميل في الاخر لازم السنة اللي انا عاملها تجميل تبقى سنة طبعية بتتعامل مع الضوء زي السنة اللي ربنا خليقها وشكلاً فيها المورفولوجي بتاع السنة اللي ربنا خليقها هقولك مسألة صغيرة ايه الفرق بين الانسان والقرد؟ شوية التفاصيل بسيطة جداً هما تقريباً نفس الهيكل تسعة يعني لو ما جيبوا الجينم بتاع الاتنين تلع تسعة وتسعين في المية صح؟ الفرق تفاصيل توزيع الشعر حجم الجنجم حات بسيطة قوي السنة اللي ربنا خليقها لها تفاصيل طيب السنة اللي ربنا خليقها دي عبارة عن طبقات علشان أعمل أسنان شكلها طبيعي يبقى لازم أعملها بنفس الطريقة اللي تعامل بها السنة الطبعية طيب السنة الطبيعية برعاً طبقة على طبقة على طبقة إحنا الهند ميد بنعمل الأسنان طبقة على طبقة على طبقة على طبقة فيها بقى الجزء الإنامل اللي هو جزء المينة فيها جزء الدنتين عشان كده لما نبص على الحالة زي دي هتليها فيها جزء الشفاف بتاع السنة فيها التعريج بص التعريج اللي جوه السنة دي التعريج اللي جوه السنة الطبعية التجميل مش إن أنا الناس تمشي تشاور عليها وتقول إيه ده أنت عامل تجميل ده مش تجميل التجميل يبقى شكل سناني حلو فيها هارمني علي فما يبانش إن أنا عاملها يبقى إن شكل سناني حلوة بس الناس تقول لي الله سنانك حلو دايما بقول فكرة إن أنا اللي ابتسامة خلفية لي مش أنا هواقف وراها فعشان بقى بصص بكلمك واسنانك واخد عيني سواء بقى كانت باللون أو بالنش يعني إن اللون هافتح من اللون بياد عيني أو إن المورفولوجي بتاعها عامل زي البلاط والتبشير والكلام ده لأ كده أنا عامل حاجة قد الحمد لله الحمد لله الدكاترة كتير في مصر عارفين الكلام ده وبيشتغلوا صح الحالات دلوقتي بقت فهم الكلام ده ده أنا بيت مبسوط جداً ليه الحال تبقى تقول ليه دكتور والنبي أنا عايزة عامل تجميل مش زي التبشير مش عامل زي البلاط أنا عايزة عامل تجميل شكله طبيعي يبقى شكله طبيعي علي فت علينا المعلومات دي بدأت الحالات وده دور على فكرة البرنامج اللي احنا فيه البرنامج اللي احنا فيه محاربة الخرافات زي ما انتا بتقول الانترو بتاعك محاربة الخرافات في الطب كله طيب الحالات بقى من اللي مش فاهمة وقلة وليلة جدا جدا من الدكاترة اللي هو ايه انا بسميه دجال الطب ده هتلاقيه في كل الفروع هتلاقيه في التخصيص موجود اللي يقولك خد عشبة مش عارف ايه ويخسسك بالسحر وفي طب الأسنان الليقولك السنة اخترعت فيش حد اخترع في طب الأسنان فكرة انا اخترعت دي مش موجودة يعني اللي بيخترعوا دي شركات كبيرة جدا والشركات دي بتقعد سنين علشان خاطر تطلع منتج ما ينفعش تنسب لنفسك اخترع اخترع ايه دورتني واسعبتني ضيف العزيز الاسس دكتور نوريدين مصطفى كان في الدكتور خليكم مع الدكتور